السلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي في الفقرة الثانية لأهم أخبار اليوم الفيديوهات تعلية اليوم هامة للغاية خوتي رح نوركم بالفيديو أمور غريبة جدا وفيديوهات من مختلف مناطق العالم ولكن أهم الأخبار اللي حشاركوها معاكم رح تكون عن الجزائر الجزائر تهاجم أمريكا وتدعو رئيسها بايدن بالكاذب ورح نوركم الأمر خوتي بالبيان وتشوفوه بالدليل أيضا في الأخبار يبدو أن المهدي المنتظر أظهر طبعا خوتي هذا على حساب المراركة ورام يقولوا بل المهدي المنتظر هو الملك التحم وحفد السادس دقنا حضروا عن الموضوع خوتي دقنا نيجا نيجا أيضا تبون رئيس عبد المجيد تبون وفي خطابه من مقر يزارة الدفاع هاجم المروك ولا نوريكم وش قال عليها أيضا أمور غريبة جدا تحدث الأهان في العالم مثلا في تركيا كانت هناك مسابقة لملكة جمال المتحولين جنسيا يعني هذو قال عليكم تشوف فيهم هنا أخوتي كأنه رجال ولا ونسا وين حثت حثت في تركيا بلد مسلم الآن هذا أثار استغراب الكثير أيضا وفي فرنسا بالتحديد الطيارات تحت فرنسا غلطوا ورسموا العالم الروسي وكانت فضيحة من الكبار هذه مش هنعودنا نجعوليها ولكن نشوفوه في الفيديو كيف تشوفو أخوتي حابوا يرسموا العالم الفرنسي حاشوا رسمين العالم الروسي هالك أبيض ومبعد أزرق ومبعد أحمر وبعد الجيش الفرنسي رد علي هذا الموضوع يعني المناورات استقامت بزيف درهم فما تخرج لك بالعالم الروسي الجيش الفرنسي يقول أنه ارتكب خطأا فادحا عندما قام عن طريق الخطأ بتشكيل العالم الروسي بدلا من العالم الفرنسي في سماء مرسيليا الفرنسية الكثير من اللي كانوا في مرسيليا تخلعوا قولوا العلامة عن الروس يرفرفوا قسماءهم قلوا اهو احتلتنا الروس ولا واش يعني عملهم من الروس ضد متأليهم واحتلتهم نالي شوفوا العلامة تع روسيا ولكن كانت خطأ يبدو أنه كان خطأ من الجيش الفرنسي أنا خبتي الإعلام المغرب الآن يعترف بأنه اقتصادهم كله راح طالع بالسياحة الجنسية والتلفزيون التحم حتى بداية يتحدث عليها وكأنه راح يديروا إعلان يالله يا أيها المواطنين من مختلف سكان العالم إذا لكم حابين السياحة الجنسية تقدروا جول هذا البلايس ويعني هذا الموذيعة فالأخبار تحم بدأت تنشر الأمر وكأنه يعني كما قلت لكم راديك بي بي سيتي أخيرا هنشاركوا معاكم الجديد بخصوص فلسطين وما ما يحدث في رفح الآن وما هو رأي الدول الأوروبية حول هذا الموضوع لأنه صراحة الأمر مؤخرا راح غريب جدا كما شتوقاتي هذه أبرز عنوين أخبار اليوم ما لابقى معا حتى الآخر باشتعرفوا كامل التفاصيل وقبل ما نبدأ هذا الفيديو أرجوكم كالعادة دعمونا بالضغط على زل إعجاب واشتركونا أخوتي في القناة وفعلوا الجرس أمور هذي كلها تدعمنا نصدق الحاملة السينيار صراحة أخوتي أنا تلعبتلي والله غير تلعبتلي لأنه قبل ما تصدم يعني إسرائيل على هذا معبر رفح اللي هو ممنوع مرمو على إسرائيل وعلى مصر كنتم قولكم بللي مصر أقوى جيش عربي رح يرد بقوة وماشا هخلي إسرائيل يسيطر على معبر رفح واسمه مشكين يقول إعلام تحهم تحذير شديد جدا من خطورة اجتياح رفح ماذا لو دخل جوا كسر إيه التفيد كامب ديفيد نعم اللي حيحاول تجرب التجربة ديت حيب عنده مشكلة كبيرة معنا يعني شغول يحاول حيكون عنده مشكلة كبيرة معنا وليس دمر حيكسر معاهدة كامب ديفيد ورئيس المصري يقول لهم بلين حذر إسرائيل وحن الظدمه معاه في حرب ومتقوله ووهو معبر رفح الان رح آمن خلاص ممكن يحتلوا دون التنسيق مع مصر لا 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 هو عايز يدخل لازم ينصف معاك هو صحيح إحنا الجيش بتاعنا جالوا تحذير من إسرائيل وبعد شوية عن محور فالدريفيا عشان نهادرب والجيش المصري يعني الجيش المصري جيهم تحذير من الجيش الإسرائيلي جالوا وبعد مثمرة او عمر الجيش المصري ما يدركي ما هكا يعني لي غلط يخلص هذو الإعلاميين تحو مراه يقولوها هو لكن الحقيقة شيء آخر تماما رانا لاحظنا الآن ملي مصر سيطرت بالفعل على معبر رفح مصر ولا جند يتحرك في الحقيقة لا 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 الجند المصريين تحركوا عباكم ويتا تحركوا نهالي شاف واحد الفلسطيني مسكين مهبول مختل عقليا داخل على الحدود التحو من البحر لولا غير تحركوا عليها وحد الشجاعة يا جدكم بديوا تحركوا على ذاك المسكين الفلسطيني المهبول قال احويجوا داخل على الحدود آه قالوا لولي قرب للحدود الراس يطير ها شكون إسرائيلي جاية مرحبا إسرائيل دخلي التانكس تاعك دخلي ليشار تاعك زيدي الطيارات ادخلي ادخلي مرحبا مرحبا شكون فلسطيني مهبول داخل اكتل جدا ورونهم القوة المصرية يعني حرفيا مصر فيها غير هضرة الريح في الشبك وبخصوص هذا الامر الدول الاوروبية كانت عندها رأي مختلف حول هذا الموضوع غضب شديد من المسؤول السياسي الخارجية الاوروبية بوريل يعني جوزيف بوريل هذا خوتي كان ضرب النح وكان يقولهم بلي نحن نودين حماس لكن الآن رايشوف بعينه شهصاري سقوط الابرياء حتى هو غضب تماما وبدأتحدث قلهم بلي احنا كنا نتفهمه ولكن الآن قلهم ما عدناش مشكلة مع حماس ولا عدنا مشكلة مع اسرائيل قالوا لي ان حماس سمعت الهضرة وقابلت المفاوضات قلهم بصاح اسرائيل فتت الحد وراي معاولة انتقى من الشعب الشعب الفلسطيني اسمعوش قاخوتي لا يوجد اتفاقية لوقف اطلاق النار فحماس وافقت واسرائيل رفضت ثم بدأ الهجوم البر على رفح مجددا على الرغم من دعوات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والجميع يطلب من نيتنياهو عدم اشتياح رفح سيتعينوا على المحكمة الجنائية الدولية ان تدلي بشيء عما يحدث في غزة عاجلا ام اجلا وبالفعل المحكمة كما قلت لكم بخوتي ديجا دلت القرار تحها نيتنياهو الان اصبح مطلوب دوليا وشوفش رح يقول على تهديدات نيتنياهو لمحكمة العدل الدولية يعني لانه نيتنياهو رح هدد محكمة العدل الدولية قالهم احنا اصلا ما نحترفوش بها واذا كاش ما اصدرت اي قرار هذه محكمة العدل الدولية رح ننتقمه من الشعب الفلسطيني وسمعوا الان رئيس الاتحاد الاوروبي وشقال عليها جوزيب بوريل يعني رئيس سياسي الاتحاد الاوروبي وشقال عليها قالهم بالمناسبة انا ادينه تماما كل انواع الترهيب للمحكمة الجنائية الدولية من قوسين يعني نيتنياهو وشوفو زدقال انوف اي سياسي لقد طفح الكيل انوف اي سياسي بعد التصريحات للتهديد المحكمة الجنائية الدولية وتهديد بالانتقام من السلطة الفلسطينية اذا ما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها ضد نيتنياهو وهو امر مرفوض تماما مش راكم خاتي في هذا الموضوع تخبرونا لكم في التعليقات يعني زادت علنت اسرائيل انه حربها الان في رفاح وكل هذه العمليات في غزة راح تستمر لعام اخر يعني بالاضافة الى ثماني اشهر هذي اللي فاتت بزال عام واحد اخر تعل عملياته متخيلوا يعني في سبع شهر راح تيجل طاح ثمانية وثلاثين الف شهيد فلسطيني من على عام شحالي ومتين الف الحرب هذي يجب ان تتوقف والعالم كل ما حبش يسكت كما راكم تشوفوا هنا جامعة الوزان في سويسرا تنضم الى الحراكة الطلاب العالمي لدعم فلسطين لغم انه السويسرا معروفة على انها حيادية الى انه حتى هي وما طلبتش تكون حيادية ورفضت تكون حيادية وتنحاز الى فلسطين كما راكم تشوفوا الطلاب التحهم كون بليرام يدعموا في شعب الفلسطيني انه حقا انه حقا اجل واقفة اطلاق النار وكما راكم ترون العلامة الفلسطينيين ميارة فورق في الجامعات كما راكم خاوتى في هذا الموضع خبروناكم في التعليقات بل اللهم خاوتى كما رابلكم الامور اشتد في فلسطين وهذه هي وقت قرب الساعة والمهدي المنتظر قال لك اظهر في حقيقة مشينا لي قلتها أخوتي قلها هذا الشخص وقل لك باللي الملك المروقي السكران اللي قاوه السكران في شوالع باريس هو للمهدي المنتظر حال مهدي المنتظر خطرها خطرها يروح الباريس يسكر شوي تعارفوا يعني على حسابهم هما أسمع وش تحيق ولد السيد أخوتي هذا مروقي يا من عهد القرآن السلام عليكم ورحمة الله سعلا وبركاته ومرحبا بالجميع الفيديو هذا خاص للناس اللي قاسب حسنة المهدي المنتظر أظن لدينا قاوة نقاوة نقاوة على المهدي المنتظر سكوزبر فالسطين لي محتاج جيتوا الآن منتظر في أرض الوطن اللي هو أرض المقرب وخارج أرض الوطن اللي هي أرض الله صباح الله الكبير ما فهمتش ما عاليش بساروح عدنا علوم وعدنا مفاهيم وعدنا 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 كثير من الكلام اول بيت هو بكر انزل فيه كنام الله وتنشر في الكوسو غدي كون تأويل بلاد عكس بلاد المشرق الله يقول في كتابه الكريم قل لله المشرق هو المغرب والمغرب انا عمبر ربي في قرآن ويقصد المروق اذا ما كانت تنزيل هو المشرق ما كانت تأويل هو المغرب المغرب احنا في بلاد المغرب حاليا نجد الخلفاء الذين يأخذون البيع لله بركوع والسجود بأرض المغرب ابو سلي الدين اذا الخليفة الاخير من عهد القرآن الكريم اللي هو محمد السادس السبط من اصبط الحسن ابن علي صيفة واهل القمر صيفة واهل القمر او اهل راقم الصور المنفخ ذلك الصور هو انسان ليس شيء مؤين وانما هو انسان سمحوا يا اخواتي وعيتوا عيتكم واني غير سنة من تقول المهد المنتظر ينفخ الله فيه روحه ونفسه ليكون هو الخاتم والختم الجامع بين روح الله ونفس الله تستخدم الله يا ربي شهية روح الله ونفس الله يا عبو طفي بن ادم هدرا يهدر على جيزا يهدر على سيدنا عيسى تعالى الكفار ولا واش قصد سيدنا عيسى لي امنوا به الكفار مش سيدنا عيسى تعلم الزلمين قالك روح الله في روح الله يا شايد قالك هذاك هو ملك المغرب محمد السادس المدي المتاظر جامعه بين dipped الله و نفس الله ذلك هو Philadelphia المهدي المنتظر ملك المغرب محمد السادس ابن او بسامشين نرمامون مهدي المنتظر يهباطي حرر فلسطين مهدي المنتظر مطبعش معك يا صيوني لا لا خاطي مهين بشوفوا النبوة الغابة التحمره واصلوا بخصوص المروك كنا ندخلنا في عمر المروك روح نوركم اعلان تليفزيوني فرحاته مرحبا بكم في بلدنا المروك بلد السياحة الجنسية اكمت حابين السياحة الجنسية مرحبا بكم في هذا البلد شوفوا لغا هكذا خاتي سيريو شوف الليدي اهلا مرحبا بكم في الشاشة تفاوليه نشوف تيفي ادعى عرف مراك في بلد ملا بلغني ايام الله راجل ايام انشطة العادية بحيث لو كالقبوها بمدينة القصارة فاشارة منهم الى اعتمادها اولا وقبل كل شيء على السياحة الجنسية وفينما دورتي وجهك في المدينة الحمراء حسب جيدة الصباح كتلقى المميسات من جميع الالوان والاشكال والفئات والمستويات خاوة تقولوا ماش بيبلي سيتي يا الرب العالي واذا تجوعدنا في المروك تلقاوا قاعدك المميسات المميسات حاشاكم خاوتي باللغة العربية هما اللي مارسوا الدعارة من جميع الاشكال والالوان السمينة الرقيقة الكحلة البيضة خير واختار يا مختار هذه المميسات ما كين تدروش الليل باش يبدأ ولكن كي بدأوا العمل في النهار وكين تشرو في بعض المقاهي اللي هي معروفة في مراكش وكي بحتيول الزب معروفة في مراكش وباش نزيدكم يالي راكم حابين تجو إذا حبيتوا في النهار كاين وإذا حبيتوا في الليل كاين بقين ديالهم لكي يفرع لهم العناء ديالصهار ديالليل بحيث كتكون المنافسة أكتر شراسة والمصاريف أكبر والفرص غير متاحة دائما ايه راكم تراطي ولو كان مجوش لاختش السلعة راي مطلوبة بزاف في ردة الصباح قامت بجولة في بعض مقاهي وحانات ومطاعم مراكش وأبكد لهم مصدر مهني من كطاع السياحة لأن الملاهي الليلية والكباري هاتف مراكش بدأت تتعافى خلال الأشهر الأخيرة بدأت تتعافى نحن جيد جدا من تدعيات الوباء من بعد ما سمحت لهم السلطات منذ رمضان الماضي مفتح أبوابها بعد سنتين تقريبا من الإغلاق النهائي التام والشامل واستعادت هاد الفضاء أثر فيهم انها ترجع الرواج ديالها السياحي أصلا الرواج السياحي.. آه والله غير قيلتها أنا عابلكم جبتها وقوصر أضرب اللون عمبري صح عمبري رامي يشكو من السياحة الجنسية ولكن راي فرحانة لهذا المذيعة راي تقول بلي الرواج راي عاود جاه اللي كونو مراعب دعا عاود يطلع للمروك لو كنو قدري شو باطاطا شو شو خوتي رواج ديالها السياحي السابق بهذا مشاهدينا هذين وصلوا نهاية هذا الخبر إلى اللقاء خبر جميل لغ ربي يدي ما خلق خوتي ما زالوا عادنا بعض المواضع لها أما خوتي نرجع للجزائر الجزائر تدعو أمريكا بأكملها بالدولة الكاذبة المختلقة للقصص اللي ما تكزيستيش مثلا هنا خوتي مدام هناك الجزائري غير توقع راح يسمع أمريكا ما تستحقوه الآن الرئيس على الاتحاد البرلمان العربي حاليا هو جزائري هاي ديك خوتي رئيس الاتحاد البرلمان العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي وشوفوا وش قال خوتي قالك بيان صادر عن رئاسة الاتحاد للبرلمان العربي يدين ويستنكر المغالطات والمعلومات المضللة الواردة في تقرير واجهة وزارة الخارجي الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية الشقيقة يعني يا أمريكا راكي تكذب يتنشر في الأخبار الكاذبة علينا المهم والخبر يستمر ذلك الاتحاد البرلمان العربي يستغرب ما تضمنه التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين من عشرين أفريل حول حقوق الإنسان في الجمهورية السورية مستنكرا سياسة الكيل بميكيالين وزديواجية المعايير وهي سياسة لا تمنح لأصحابها أبدا الحق في تقييم واقع هذه الحقوق سواء في الدول العربية أو غيرها الآن قاتل الكثير يغضب بقلب لي آه كيفا نرمو موسورية ثانية كراهي صارية فيها الكثير من أمور إيه ولكن أمريكا أيضا مصرين فيها القامع على الاحتجاجات للناس اللي را يدافع على فلسطين العالم كله الآن را ينتهك حقوق الإنسان هاي لك إسرائيل الضل تكثر في المدنيين في غزة لكن الغرب تباني لهم على حقوق الإنسان غير عن الدول العربية وانهار اللي يديروا احتجاجات ثم رشاكم أخوتي في هذا الموضوع أخيرا بخصص الأخبار الغريبة الترك تنظم مسابقة تعمل ملك جمال والأمريكا الجمال والله ما نعشان يا أخوتي تعمل متحولين جنسيا وشوفوا الله طايتا هذو متحولين جنسيا يعني هذو كونبليكان ورجالي قولوا لهونسا راجل قدام هم ليبان قزم أخوتي شوفوا قدام ليبان دكسي هذا الأمر تصرع عادي في الغرب ولكن ما أثار استغراب الكثير هي أنه كسرات في تركيا كنتم تنظيم مسابقة ملكة جمال المتحولين جنسيين الليلة الماضية في أنطاليا ويعني في تركيا وهذه هي بكل بساطة مفارقة وزدواجية تركيا وشكونا نشار هذا الخبر الموجز الروسي يعني كما علم لكم روسيا ممنوع في هذا الأمور وبحكم أن تركيا بلد مسلم هذا الأمر أثار استغراب الكثير خوتي تم وشراكم في هذا الموضوع كما راكم تشرفوا كما راكم تشوفوا شاركنا معكم أبرز عنامين أخبار اليوم إذا عجبكم بهذا الفيديو خوتي أرجوكم تدعمونا بالضغط على زل الإعجاب واشتركونا خوتي في القناة وفعلوا الجرس الأمور هذه كلها تدعمنا نصدى بالحاملات السينيور شكرا خوتي على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا 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 شكرا